الخبير اللي جاي ده هقف عنده شوية تعالي بقى عشان احكي لك حكاية حلوة ووريك التأثير ووريك الاهمية اهمية النادي الاهلي في العالم مش في مصر بس ولا في القرى الافريقية خبر ده ممكن يمر مرور الكرام على كثير من الناس وانا دائما اتعامل مع النادي الاهلي انه ودائما بقرر الجملة دي مؤسسة مصرية مشرفة في العالم فبتعامل معا بهذا الاساس ماليش علاقة بالجاوب بتاع الاهلاوة ولا زمالكاوة ولا فريق كورة ولا مين كسب السوبر ولا القضية ممكن ولا ناصر منسي ولا الكصة دي كلها ولا بحكي تعالي انا هنا تعالي هنا عشان اقول احكي في الكصة دي سيبك من دي خالص انا بتعامل مع النادي الاهلي بالجزئية دي نادي الاهلي النهاردة كابتن محمود الخطيب الاسطورة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ومعه المهندس خالد مرتجي امين السندوق والقائم بعمال نائب رئيس النادي كانوا موجودين في حفل استقبال اقيم مساء اليوم السلساء في اليونان في اسنا ده قبل المشاركة في ايه بقى بكرة في اجتماع الجمعية العمومية لربطة الانداء الاوروبية النادي الاهلي المصري زعيم القارة الافريقية موجود في اجتماع الجمعية العمومية لربطة الانداء الاوروبية لما رؤساء الانداء الاوروبية في الونتينو بقى برئيس بقى ورئيس مانشستر سيتي ورئيس يوفينتوس ورئيس برشلونا وكل الناس الحلوة دي كابتن محمود الخطيب بكرة والمهندس خالد مرتجي قاعدين معاهم يستفيدوا منهم وهم كمان يستفيدوا من رجالتنا رجالة مصر النادي الاهلي اللي بيمثلوا مصر في هذا الحدث ويمثلوا طبعا الناديهم النادي الاهلي الحاجات دي بحبها والله بقولها بهذا الشغف وهذا الحب وهذا الروح دي عشان النادي الاهلي المصري بالمناسبة كلامي مش هيختلف لو النادي الزمالك في نفس الموقف لو الاسمائيل لو المصري لو البرامد اي حد مصريين موجودين في اجتماع الجمعية العمية لربطة الانداء الاوروبية يا سلام يا سلام في بعد كده جمال حاجة حلوة اوش جاكوية اشتركوا في القناة